إلى أي مدى دكتورة غادة تعتقدين أن الاستقلالية المادية تحديداً مهمة للجميع وللمرأة بشكل خاص؟ طيب أنا هقولها ريكي أنا الاستقلال المالي بالنسبة لي بيديني اختيار أنا لما رحت الولدي وأنا عندي 19 سنة بقول له نشتري بيت في الجونة هو مقتنعش ساعتها لسه ما كانتش تطورت أو ما كانتش لسه بقت المكان الحلو اللي هي دلوقتي فيه وأنا كمان قلتها له بطريقة مش صحة يعني أنا بقوله بيقولي فين الجونة فبقوله بعد راس غارب بساعة راس غارب دي للناس اللي بتشتغل في حقل البترول عارفين هي إيه هي ده حقول البترول فهي مش منطقة سياحية فهو كرجل بترول قال لي يا بنتي دحنا يعني الناس بتروح تشتغل هناك فرفضت أنا كنت رايحاله على أساس مستيري بيت للعيلة أنا مشتريتش البيت من مالي الحر أو مالي الشخصي أنا أخدت قرد ده اللي أهلني إن أنا أخد قرد إن أنا كنت بشتغل ده الاستقلال المالي الاستقلال المالي إن أنا لو أنا عاوز أعمل حاجة هي ما كانش خلاف هو كان فلوسه هو والدي ما شافش إن هو عاوز يشتري بيت هناك فأنا اللي أنا عملته ده كانت استقلاليتي أنا رحت بضمان وظيفتي رحت أخدت قرد من البنك واشتريت البيت ده فده ده اللي يديكي اختيارات هي مش مش على هي مش حكاية إن إحنا بنسبت نقطة ولا حقي ولا مش مش ده خالص الاستقلال المالي والتسقيف المالي ده حاجة ضرورية جداً واستثمار بالنهاية أنا ما أعتبرتوش استثمار لأن ده أسلوب حياة ده أسلوب حياة في نفس الوقت استثمار وأسلوب حياة ده حقيقي عندها ريك حقي جداً بس أنا ساعتها ما كنتش مدركة إن هو استثمار لأن أنا فعلاً المنطقة ساعتها محدش كان شايف البروسبكت إن هي وقتها الجونا ليست الجونا اليوم لا خالص إحنا بنتكلم على حاجة كان عندك بعض نظر ده من 30 سنة أو من أكتر من 30 سنة فده موضوع تاني خالص يعني